نعت مصر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقهم الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب الإيراني الشقيق دعينا الله عز وجل أن يتغمد الرئيس الإيراني الفقيد والراحلين بواسع رحمته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان كما أهرب الرئيس السيسي عن تضامن مصر مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل تقرر إقامة مراسم تشياء جثمان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقه اليوم في مدينة تبريزا وكانت إيران قد أعلنت وفاة رئيسي ووزيري الخارجية حسين أمير عبداللهيان وآخرين في أعقاب حادث تحطم المروحية التي كانوا على متنها بعد أن تعرضت الطائرة لحادث مفاجئ في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران حددت السلطات في إيران 28 من يونيو المقبل موعدا لإجراء انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا رئيس الراحل إبراهيم رئيسي جاء ذلك خلال اجتماع رؤساء السلطات الإيرانية ثلاثة حيث تم تبادل الأراء حول تطبيق المادة 131 من الدستور الإيراني بشأن إجراء عملية الانتخابات الرئاسية خلال 50 يوما ودراسة توقيت العملية الانتخابية بما في ذلك موعد تشكيل المجالس التنفيذية وتسجيل المرشحين والحملات الانتخابية وعملية إجراء الانتخابات قال منصق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كاربي إن العقوبات على توريد قطع الغيار ليست سببا لتعطل وتحطم روحية الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي وأضاف كاربي أن كل دولة تتحمل مسؤوليتها الخاصة عن ضمان سلامة وموثقية معداتها بما في ذلك طيران المدني مشيرا إلى أن الاتهامات المواجهة لبلاده لا أساس لها على الإطلاق ولا صحة لها قال السفير أسامة عبدالخلق من دوب مصر لدى الأمم المتحدة إن إسرائيل تهدف إلى التلاعب بالحقائق وتحميل مصر والأمم المتحدة مسؤولية عدم نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة مشيرا إلى أن توقف تدفق المساعدات لقطاع غزة عبر معب الرفح البري نتيجة مباشرة للعدوان على القطاع وأضاف عبدالخلق في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن تطوراته في رفح الفلسطينية أن مسعى مصر لإدخال المساعدات ووقف إطلاق النار بالقطاع نابع من مبادئها التي لا تقبل المساومة قائلا مصر ستستمر بلا كلل لإيجاد سبل لإنفاذ المساعدات للقطاع وأوضح أن مصر ترفض رفضا تاما العدوان على رفح الفلسطينية وضرورة إيقاف كافة العمليات العسكرية على كامل القطاع موضحا أن تواصل العدوان على القطاع يؤدي لاستحالة العمل الإغاثي والإنسانية رحبت جنوب إفريقيا بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو ووزير دفاعه يؤف جالان وثلاثة من قادة حماسة وقال الرئيس جنوب إفريقيا أن بلاده ملتزمة بسيادة القانون الدولي والاحترام الكامل لحقوق الإنسان وتسوية النزاعات الدولية بالتفاوض وبحق كل الشعوب في تقرير مصيرها بمن فيهم الفلسطينيون وفي هذا السياق دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن بقوة عن إسرائيل وأكدا أن قوات الاحتلال لا ترتكب جرائم أو مذابح في حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة على حد تعبيره وقال بايدن في البيت الأبيض إن ما يحدث في غزة ليست إبادة جمعية جاء هذا في تعليق للرئيس الأمريكي على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين ووصفه بأنه أمر شاء قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن الكونجرس على استعداد لاتخاذ أي إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية بما فيها العقوبات في حال أصدرت مذكرة اعتقال بحق قادة إسرائيل وأشار جونسون إلى أنه تم سماح للمحكمة الجنائية الدولية بتهديد القيادة الإسرائيلية فستكون قيادة البلاد هي التالية من جهته وقال مسؤول للسياسة الخارجية في اتحاد العوبي جوزب بارل إن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية مستقلة مضيفا أن الدول المصدقة على نظامها الأساسي ملزمة بتنفيذ قرارها استشهد عدد من الفلسطيني وأصيب آخرون في قصف للاحتلال إسرائيلية على عدة مناطق في قطع غزة واستهدفت غارات إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في جبالية شمال القطع فيما استشهد خمسة آخرون في قصف استهدف منزلا في بيت لهيا كما استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة لطائرات الاحتلال على منزل في حي التفاح شرق غزة يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي إصابت جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة في معارك جنوب قطع غزة